أنا جمعتكم حتى حتى أخبركم أني أني مريضة بمرض خطير خطير كثير وبدو علاج برات البلد خير أختي، شو هذا المرض ومن أي ما تصار معك هاي؟ اللي فترة عم أعمل صور وتحاليل وأشعة وكل الدكاترة قالوا إنه أنا لازم أعمل العملية الضروري والعملية ما أنا هون بالبلد، لازم سافر بس المشكلة إنه هاي العملية بتكلف كتير أيوة ويعني يا ديش متكلف أختي؟ شوفي أنا فيني أمل لك شوية أدوية يعني بس يعني أنت بتعرفي شو الحال أنا يا دبع مصرف على مرتي وأولادي أنا بعرف أخي، بعرف حياتك صعبة بس أمبارح مبدل سيارة مرتك وحرام، كان بدي موبايلي جديد بس ما قدرت تجيب لياه الله يعينك أخي، الله يعينك معافي يا بنتي، معافي إن شاء الله على كل ين أنا يعني كل كم يوم بيجي بطلطل عليكي بس لازم امشي يلا خالتك فايزر، كوني نشغل بالعلي يلا السلام عليكم كتن خيرك أبي ماذاك ليهم أختي؟ أنا بدبر لك المبلغ اللي بتحتاجي، مهم تقومي بالسلام أنت؟ أنت يا معتصب؟ لك أنت بدك مين يساعدك؟ أنا بدبر حالي أختي، المهم تتعالجي وبعدين كله بنحل أختي، بيش ما بدي قيلة جوزك لبرا؟ تقولوا لي بعتلك شوية مصاري، يعني بتنحلق مو تقيتلو أخي، بس جوابني نفس جوابك، حرام ما عم بيلحق مصروف لأولاده ولا مرته الأجنبية يلا إن شاء الله بتلحل يا مورة، أنا والله بدي روح عندي موعد سلام لك شو حال؟ لك أنا شو عم بسمع؟ بدو يبيع البيت؟ لكون إحنا؟ لكون إحنا وين بدنا نسكن؟ لك يا نايا هي مانا مشكة، رح نسكن ببيت أبي عند أختي، وخصوصا بعد العملية هي بحاجة حدي يضل عندها أيوة، يعني بدك يعني كون خدامة وممرضة لأختك كمان؟ نايا حبيبتي، أبي ما رضي بيع البيت رغم إنه ساكم مع مرته لحالي وأخي غيس شال إيده من القصة، وفهمنا إنه ما بدو يساعد نايا أنا ما فيني أترك إختي بهيك محلي، إختي عم تموت إذا أنا ما ساعدت بكون مجرم مثلي مثلهم لكو أنا شو دخلني مين ساعد ومين ما ساعد؟ أنا شو دخلني؟ هاد بيتي وما رح خليك تبيعه، ومو بس هيك، ما رح تعطيه لأختك ولا ليلة عندها أب مسؤول عنها وجوزة برات البلد عم يلعب بالمصاري لعب، تروح تدبر حاله البيت رح ينبع ورح تروح يتسكني عند إختي، وكل شي مصاري معي بالبنك رح أعطيه إياهن وإذا بدت تسافر رح سافر معه ورح ضل معه للآخي وأنا رح يروح على بيت أهلي، وإنت خليك جنبه لأختك والله، إذا بدك تروحي عن بيت أهليك فهذا خيارك، الله معي ولك أنا بس بدي أفهم أنت شو استفدت آخر ولك أختك بين الحياة والموت قاعدي لكا بالفرشة يعني لح تروح مصرياتك وبيتك وتدهور حالك وولادك ومرتك على شو أه؟ والله يا أنا ما عم بقدر استوعي ما عم بقدر استوعي بكيف عم ترهنوا على حياة صبية بأول عمره الله ميزنا عن الحيوانات بالإنسانية يعني يكون قلبنا على بعض، يكون في حنية عشو؟ عم تفكروا بس بالمصاري؟ ما عد في شي لوجه إلا؟ الله عليك، الله عليك يا أبو الحنية أعود، أعود سمع، لا تعد تعملي حالك إنك الإنسان النبير واللي عنده إخلاق وما بعرف شو أنا مالي القلبي من هاي المحاضرات كل آياتها عميلي اللي بدك يا، بدك تروح مصرياتك، بدك تروح مرتك، ولادك، بيتك أنا مالي علاقة، لا فيك ولا بإختها كانت النصيحة بجمل، بس هلا شو؟ ما أحد عم يفهمها أختك لح تموت، أيو تموت؟ هالزيت اللي بدني عن جد، قوم سعينا في نجان أهوي لك قوم شباك أمطلع فيني هاي؟ إنسان النبيل، شو أختي، صار كل شي جاهز ولازم نسافة، وجاهز تغراضي؟ أي أخي، جاهزة للسفارة، بس والله مو هايين علي اللي صار فيك بسبب آيهيي، علينا، حبيبتي، أنا كل شي عم ساوي عم ساوي كرمالي، تعرفي ليش؟ بكرة الله بيجيني الخير والسعادة أنا وياكي ولك رح ضل عايشة لحت رد لك معروفة لا ما حضل عايشة، لك بكرة بترجعي من السفرة ما فيك ولا علا وبتضلي الحلق اللي محل حياتنا كله، انت بس وعديني ما تقاسي وتساعدي حالك إن شاء الله أخي إن شاء الله لك ألف الحمد لله على السلامة والله العظيم معاطي فرأتي لحده برجالتيك وبنجاح العملية كله فضلك أخي كله فضلك لحيا أختي فضل الله فضل الله مرحبا أهلين هلا هلا فضل مدام حلا موجودة تفضل أنا المدام حلا مرحبا مدام أنا المحامي أحمد سالم ووكيل زوجك هو بالبلد أهلا وسهلا وشو المطلوب مني؟ ما بعرف إذا تعرفي لكن زوجك توفى عطاقي عمره الله يرحمه وبيحكم إنو أنا وكيله هون بالبلد وأنتي الوريس الوحيد والشرعي لأله فأنتي وردتي كل شي هون طبعا بأوروبا زوجته وأولاده اللي عايشين برا أخدوا أملاكه اللي هونيك وهذا العقد بدي من حضرتك بس توقعيلي علي أن تبسمي بيصير كل شي قاملني وحسب الأصول بيئة، يعني أنت بدك تنقل التوكيل من اسمك لأسمي بالأملاك اللي إله بالبلد هون، صح؟ تماما، صح؟ معناها بتنقل التوكيل لأسم أخي معطا سنفورا وبصير هو وكيلي بكل الأملاك اللي موجودة هون لا لا يا أختي، هذا حقك لا أخي، شفت؟ شفت كيف رب العالمين جازاك؟ مو أنت كان بدك أن نضل أنا وياك مع بعض؟ وهي، هين إحنا بقينا مع بعض خلاص أخي، خلاص طالما أنت جنبي، ماني خايفي من شيء شرف أستاذ، تفضل تفضلي بدا اشتركوا في القناة